التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي تحالف سيجنفاي فاليبس وجلة لاستعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة يأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعي لإزالة أي معاوقات تواجه الاستثمار والقائمة أو التوسع الجديد لشركات القطاع الخاص في مصر وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية إعطاء هذا القطاع فرصة كاملة لزيادة مشاركته في المشروعات الجديدة كما شهد اللقاء تقديم مقترح لتنفيذ أربعة مشروعات جديدة ومقترحة للتحالف ذاته يصل إلى 100 مليون دولار